بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصفة السادسة الابتدائي في مادة المهارات الرقمية الفصل الدراسي الثاني سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان تصميم صفحة إلكترونية الجزء الثاني تعلمنا في الدرس السابق درس بعنوان تصميم صفحة إلكترونية الجزء الأول تكلمنا عن الشبكة الإلكترونية وعلى الموقع الإلكتروني وعن الصفحة الإلكترونية وأيضا إنشاء موقع على شبكة الإنترنت في الشبكة الإلكترونية ذكرنا أن لفظ الشبكة الإلكترونية العالمية يشير إلى أحد المكونات الأساسية في شبكة الإنترنت والتي تتكون من مواقع إلكترونية متعددة يمكن الوصول إليها من خلال المتصفح الإلكتروني أيضا بكرنا أن الشبكة الإلكترونية العالمية تتكون من مجموعة مواقع إلكترونية تحتوي على صفحات ومستندات يطلق عليها اسم الصفحات الإلكترونية كذلك تعرفنا على الفرق بين الشبكة الإلكترونية والموقع الإلكتروني والصفحة الإلكترونية من خلال مقارنتها بمكتبة تقليدية تحتوي على مجموعة من الكتب نظر إلى صورة المكتبة التقليدية ذكرنا أن المكتبة تضم كتب مختلفة كما أن الشبكة الإلكترونية تضم العديد من المواقع الإلكترونية أيضا في المكتبة هناك أقسام متشابهة كقسم العلوم قسم الرياضيات وقسم المهارات الرقمية على سبيل المثال تتشابه هذه الأقسام مع المواقع الإلكترونية في أن كل كتاب يمثل موقع إلكتروني فريد من نوع هذه الكتب تحتوي على صفحات ورقية كما أن المواقع الإلكترونية تحتوي على صفحات إلكترونية الموقع الإلكتروني ذكرنا أنه مجموعة من الصفحات الإلكترونية المترابطة يحتوي هذا الموقع على أكثر من صفحة إلكترونية ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني بكتابة عنوانه في شريط عنوان المتصفح ويعرف هذا العنوان باسم محدد موقع المعلومات URL على سبيل المثال ذكرنا أن الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم www.moe.gov.sa يحتوي على عدد من الصفحات الإلكترونية المختلفة في الصفحة الإلكترونية ذكرنا أنها هي صفحة على الإنترنت تتضمن العديد من المكونات مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وروابط لصفحات إلكترونية أخرى توجد أنواع مختلفة للصفحات الإلكترونية كما ذكرنا ذلك مثل الصفحات الإخبارية والصفحات الوساطة الاجتماعية والصفحات الإعلانية وأيضا أنواع أخرى كثيرة الصفحة الرئيسية ذكرنا أنها هي أول صفحة في الموقع الإلكتروني وأكثرها أهمية ويمكن الانتقال إلى أي صفحة في الموقع الإلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية عبر الارتباطات التشعبية لتلك الصفحات أيضا ذكرنا أن الارتباط التشعبي غالبا ما يكون كلمة أو عبارة أو صورة وعند الضغط عليها تعيد توجيهك إلى صفحة إلكترونية أخرى وعادة ما يكون الارتباط التشعبي للنص مسطرا أو باللون الأزرق لتسهيل استخدام أيضا قمنا بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت باستخدام أداة جوجل وتعلمنا كيفية إنشاء موقع إلكتروني للترويج لمشروع جبل تروجينة في مدينة نيوم وذكرنا أن هذا الموقع سيتضمن معلومات مختلفة حول المشروع وسنستخدم بإذن الله الصور لعرض المظاهر الجمالية للجبل والأنشطة والمغامرات المختلفة التي يمكن لزوار جبل تروجينة تجربته ذكرنا أنه لإنشاء موقع إلكتروني ستحتاج إلى معرفة لغة الترميز أو لغة ترميز النص التشعبي HTML وهي لغة تصف كل ما تريد عرضه على الصفحة الإلكترونية ولكن توجد أدوات يمكنها أن تساعدك في إنشاء الموقع الإلكتروني بدون أي معرفة بلغة HTML كما رأينا ذلك في الدرس السابق وقمنا بإنشاء موقع إلكتروني باستخدام أداة مواقع جوجل جوجل سايتس وهي أداة تصميم لشبكة إلكترونية مجانية عبر الإنترنت توفرها شبكة جوجل ذكرنا أنه قبل العمل على إنشاء أو البدء بإنشاء موقع إلكتروني لا بد من التخطيط وإنشاء مخطط تصميمي للموقع المراد إنشاءه على الورق سيساعدك هذا في معرفة المكونات الرئيسية للموقع وكفيه التوزيعها على صفحات الموقع أي لإنشاء الموقع الإلكتروني استخدمنا في الدرس السابق أداة مواقع جوجل جوجل سايتس لإنشاء الموقع الإلكتروني من البداية ولبدء الاستخدام أو بدء استخدام هذه الأداة لا بد أن يتوفر لديك حساب جوجل ولتسجيل الدخول إلى حساب جوجل قمنا بفتح متصفح المواقع الإلكترونية وكتابة الموقع www.sites.google.com أيضا قمنا بكتابة عنوان البريد الإلكتروني الخاص تقوم بكتابة بريدك الخاص بعد ذلك تضغط على التالي ومن ثم تقوم بإدخال كلمة المرور لبريدك الإلكتروني ومن ثم تضغط على التالي بعد ذلك ستفتح معك نافذة مواقع جوجل تقوم بالضغط على علامة الزائد في الزاوية السفلية اليسرى علامة إنشاء موقع إلكتروني جديد وسيتم إنشاء قالب الموقع الإلكتروني بشكل مباشر أيضا تعلمنا في الدرس السابق كيفية تسمية موقعك الإلكتروني وذكرنا أنه بمجرد إنشاء قالب لموقعك الإلكتروني فإنك تحتاج إلى تحديد اسم المستند لعملك وكذلك اختيار اسم لموقعك الإلكتروني هنا نضغط على اسم المشروع وتكتب اسم لمستند الموقع على سبيل المثال مشروعي وفي المربع الآخر تقوم بالضغط وتقوم بكتابة اسم الموقع الإلكتروني ذكرنا أنه يتم إضافة الموقع الإلكتروني الذي إنشأته بشكل مباشر إلى جوجل درايف تحفظ أداة موقع جوجل أو مواقع جوجل كل تغيير تجريه بصورة تلقائية ولكن لا يمكن للآخر أن تصفح موقعك حتى تقوم بنشره أيضا قمنا باختيار مظهر لموقعك الإلكتروني في التطبيق العملي على اختيار مظهر لموقعك الإلكتروني بالضغط على علامة تبويب المظاهر بعد فتح أداة مواقع جوجل ثم نختار على سبيل المثال مظهر دبلوماسي بعد الضغط على المظهر الذي نريد ستظهر عدد من الألوان في أسفل هذا الموقع هذا المظهر نضغط على اللون الذي نريد وسيتم تغيير المظهر واللون وحفظه بشكل مباشر في هذا الدرس بإذن الله درس بعنوان تصميم صفحة إلكترونية الجزء الثاني سنتعلم التعامل مع النصوص وتغيير خلفية الموقع وأيضا إضافة الصوب لماذا تلجأ الجهات والشركات والأفراد لتصميم مواقع خاصة بهم على شبكة الإنترنت في التعامل مع النصوص يمكنك تحرير العناوين والفقرات الموجودة واستبدال النصوص بالمحتوى الخاص بك كما يمكنك أيضا تنسيق النصوص لجعل المحتوى جذابا لتحرير عنوان الصفحة اضغط على النص الذي تريد تحريره على سبيل المثال عنوان صفحتك بعد ذلك سيظهر شريط به أدوات لتحرير النص استخدم لتعديل النص الخاص بك سيظهر هذا الشريط قم باستخدام هذا الشريط لتعديل النص الخاص بك في عنوان الصفحة اكتب تروجينا جبل نيوم في هذا المكان نكتب تروجينا جبل نيوم وسيتم تعديل عنوان النص بشكل مباشر في هذا الجزء جزء واجهة التحرير نلاحظ وجود ثلاث علامات تبويب العلامة الأولى علامة إدراج والعلامة الثانية علامة صفحات والعلامة الثانية الثالثة علامة المظاهر في جزء مربع النص تستطيع القيام بإدخال نص وتنسيقه إلى الموقع داخل مربع النص ويمكنك إدراج مربع النص من علامة التبويب إدراج في واجهة التحرير كذلك في هذا الجزء جزء الصور تسمح خاصية الصور بتحميل الصور من حاسبك أو اختيار الصور من جوجل درايف أو البحث في موقع جوجل أو تطبيق عملي لتحرير عنوان الصفحة بعد فتح المشروع والضغط على عنوان الصفحة سيظهر مباشرة أو سيظهر مباشرة شريط النص تستطيع تغيير العنوان كتابة العنوان الذي تريد على سبيل المثال تروجينة جبلينيوم تستطيع تصغير وتكبير هذا المربع وأيضا إدراج مربع آخر من خلال مربع نص أو إدراج صورة من خلال الضغط على صور في أداة التحرير أو في مربع التحرير وليضافة النصوص أيضا من علامة تبويب إدراج بعد فتح المشروع الخاص بك ومن علامة تبويب إدراج نضغط على مربع نص بعد الضغط على مربع نص تستطيع بعد إدراج مربع النص في الموقع الخاص بك نلاحظ هنا موجود مقابض مربع النص لتكبير وتصغير مربع النص في شريط مربع النص الذي يظهر تستطيع الضغط على المزيد على الثلاث نقاط الموجودة بجانب بعضها ومن ثم تضغط على المحاذة بعد ذلك تستطيع اختيار على سبيل المثال المحاذة إلى اليمين وستلاحظ انتقال النص مباشرة المكتوب من اليمين إلى اليسار ليتوافق مع اللغة العربية وأيضا تستطيع نقل مربع النص إلى مكان آخر في الصفحة عن طريق النقر على مربع النص وسحبه وإفلاته في المكان الذي تريد أيضا تستطيع تغيير النمط بمجرد الضغط على السهم الموجود بجوار نص الفقرة تستطيع اختيار النص أو النمط النص الذي تريد على سبيل المثال قمنا باختيار رأس موضوع فرعي ونستلاحظ كيف يتم تعديل إعدادات أو تنسيق هذا النص بناء على النمط المختار أيضا تستطيع الضغط على ألوان القسم لتطبيق نمط لوني من اختيارك على النص المكتوب تطبيق عملي على إضافة النص وتغيير النمط نلاحظ لإضافة النص من إدراج مربع النص مجرد الضغط على مربع النص سيتم إدراج مربع النص في الموقع لنقل الكتابة إلى اليمين من الضغط على المزيد بعد ذلك المحاذاة إلى اليمين ونقوم بكتابة النص الذي نريد إدراجه في هذه الصفحة بعد كتابة النص الذي نريد إدراجه في هذه الصفحة تستطيع التعديل على نمط النص وذلك بالضغط على السهم الموجود بجانب نمط النص واختيار رأس موضوع فرعي ومن ثم ستلاحظ كيف يتم تغيير شكل أو تنسيق النص بما يتناسب مع النمط المختار أيضا تستطيع تحديد النص وتغيير حجم النص ولون النص وكذلك المحاذة وأيضا تستطيع تختيار أحد الألوان الموجودة في ألوان القسم كذلك تستطيع تغيير خلفية الموقع يمكنك تغيير الصورة الظاهرة على صفحات موقعك واستبدالها بصورة من اختيارك كما يمكنك استخدام محرك بحث جوجل للأثور على صور تلائم مستوى أو محتوى صفحة لتغيير صورة الخلفية مرر الفأرة على منطقة رأس الصفحة بعد ذلك اضغط على تغيير الصورة خلال القائمة التي تظهر نضغط على تغيير الصورة بعد ذلك نضغط على أمر تحديد بعد الضغط على أمر تحديد ستفتح نافذة اختيار الصورة تستطيع اختيار صورة من المعرض أو باستخدام العنوان أو بحث أو من ألبوماتك أو من جوجل إدراف سنقوم بالضغط على بحث وسنقوم بكتابة الجملة أو الكلمة التي سنبحث عن صورة لها على سبيل المثال الجبل الثلجي ثم نضغط على بحث أو على أيقونة البحث وستظهر مجموعة من الصور من موقع جوجل نختار على سبيل المثال هذه الصورة وبعد ذلك نضغط على تحديد بعد اختيار الصورة بالضغط على تحديد سيتم إضافة الصورة إلى خلفية الموقع تستطيع أيضا تغيير إعدادات أو تغيير مكان الصورة إلى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو المنتصف أو الأسفل تطبيق عملي على تغيير خلفية الموقع بتمرير الفارع على رأس الموقع نلاحظ ظهور خيارين نختار خيار الصورة بعد ذلك نضغط على تحديد ومن خلال نافذة اختيار الصور نضغط على علامة توبيب بحث ونقوم بكتابة الكلمة التي نريد البحث عنها على سبيل المثال الجبل الثلجي ونضغط على أيقونة البحث للبحث في موقع جوجل ونختار أو نقوم باختيار أحد الصورة التي تظهر بعد ذلك بعد تحديد الصورة نضغط على تحديد وسيتم إضافة هذه الصورة مباشرة إلى خلفية الموقع كما تلاحظ أيضا تستطيع تعديل مكان الصورة من خلال زر تثبيت الصورة استطيع إلى اليمين أو اليسار أو في المنتصف من خلال الضغط على الأيقونات التي تظهر أيضا تستطيع إضافة عنوين للفقرات ستضيف المزيد من المعلومات حول جبل أتروجينة عن طريق إضافة العناوين والنصوص حيث ستضيف مربع نص وتعين محاذاة النص إلى اليمين كما تعلمنا ذلك وتغير نمط الخط إلى رأس عنوان أو رأس موضوع فرع لإضافة عنوين الفقرات من علامة تويب إدراج نضغط على مربع النص بعد ذلك نضغط على المزيد ومن ثم في المحاذاة نقوم بالضغط على المحاذاة إلى اليمين بعد ذلك نضغط رأس موضوع نضغط على السهم بجانب رأس موضوع ونختار رأس موضوع فرعي لاختيار النمط ومن ثم نكتب النص الذي نريد على سبيل المثال تعايش مع الجبل نلاحظ بالضغط على إدراج ومن ثم إضافة مربع نص وبعد ذلك نضغط على المزيد ومن المحاذاة نختار محاذاة إلى اليمين ومن ثم نختار نمط النص على سبيل المثال رأس موضوع فرعي ومن ثم نقوم بكتابة النص الذي نريد وليكن تعايش مع الجبل سنقوم بهذا الشكل بإضافة عنوان لفقرة من الفقرات الموجودة في الموقع لدمج مربعات النصوص سنضيف مربع نص آخر ولكن هذه المرة سنسحبه إلى مربع النص السابق ويتم دمج مربعي النص في مربع واحد من علامة تبويب إدراج مربع النص سيتم إضافة مربع النص ومن ثم نختار كذلك إضافة المزيد ثم المحاذاة ثم المحاذاة إلى اليمين ونختار النمط النص الذي نريد ومن ثم نكتب النص الذي نريد في مربع النص نلاحظ سيظهر النص المدمج ككتلة نصية واحدة في مربع النص المطو لدمج مربعات النص نقوم بإضافة أو مربع نص عن طريق إدراج مربع نص وبعد إدراج مربع النص نستطيع سحب مربع النص ليتم دمجه مع مربع النص تعايش مع الجبل بعد ذلك نقوم باختيار المحاذاة إلى اليمين على سبيل المثال ومن ثم نقوم باختيار نمط النص ثم نقوم بكتابة النص الذي نريد إضافته إلى مربع النص لدمجه مع المربع السابق أيضا تستطيع إضافة الصور وستضيف أخيرا صور تتناسب مع النص الذي أضفته لإضافة الصور من علامة توبيب إدراج نختار على الصور بعد ذلك من القائمة نضغط على تحديد بعد الضغط على تحديد ستظهر نافذة اختيار الصور في هذه النافذة نضغط على صور بحث جوجل تستطيع في مربع البحث كتابة الكلمات التي تريد إظهار الصور لها على سبيل المثال نكتب السير على الجبال المغطاة بالثلوج ومن ثم نضغط على زر البحث بعد الضغط على زر البحث نختار الصور التي نريد ونضغط على عيقونة إدراج سيتم إدراج الصورة مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بك تستطيع تغيير مقابض أو تغيير حجم الصورة عن طريق سحب المقابض وإفلاتها لتكبير حجم الصورة أو تصغيرها إضافة الصور وتغيير حجمها نلاحظ بعد فتح الموقع من قائمة إدراج من علامة تبويب إدراج نختار تحديد ومن ثم نختار صور بحث جوجل ثم نكتب العبارة التي نريد السير على الجبال المغطاة بالثلوج بالضغط على البحث نختار أحد الصورة التي تظهر ومن ثم نضغط على إدراج وسيتم إدراج الصورة إلى الصفحة تستطيع من خلال مقابض هذه الصورة تكبير أو تصغير حجم الصورة نصل إلى تقويم الدرس في تقويم الدرس في السؤال الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي أولا تتكون الشبكة الإلكترونية من مجموعة مواقع يحتوي كل منها على صفحة إلكترونية واحدة أو أكثر أحسنت الإجابة صحيحة الصفحة الإلكترونية هي صفحة على شبكة الإنترنت يقتصر محتواها على النصوص العبارة خاطئة الصفحة الرئيسة هي الصفحة الأولى والأكثر أهمية في الموقع الإلكتروني أحسنت العبارة صحيحة تصف لغة HTML كل ما تريد عرضه على الصفحة الإلكترونية أحسنت العبارة صحيحة تتيح لك أداة مواقع جوجل عبر الإنترنت إنشاء مواقع إلكترونية بدون أي خبرة بلغة HTML أحسنت العبارة صحيحة تتيح لك علامة التبويب إدراج وإضافة الصور إلى صفحاتك فقط علامة التبويب إدراج تضيف الصور إلى صفحاتك فقط العبارة خاطئة يسمح لك مربع النص بإدخال نص وتنسيقه داخل مربع الإجابة العبارة صحيحة لا يمكنك تحذير الصور في المواقع الإلكترونية الخاصة بك أحسنت العبارة خاطئة يمكنك استخدام رمز سهولة القراءة لتغميق لون خلفية الصورة أحسنت العبارة خاطئة تتيح لك أيقونة المرساة وضع الصورة في أماكن مختلفة على الصفحة أحسنت العبارة صحيحة تعلمنا في هذا الدرس درس بعنوان تصميم صفحة إلكترونية الجزء الثاني التعامل مع النصوص تغيير خلفية الموقع وإضافة الصور شكرا لكم على الحسن الاستماع والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته